السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين اللي قادة النهاردة هتكلم معاكم عن رؤية نساء كثيرة داخل الرؤية ولكن الرؤية دي هتكون للرجل واهم حاجة هنقول ان الرجل عندما يرى في المناعم نساء كثيرة يجب ان تكون النساء دي محجبة او محتشمة في الملابس يعني ما تكونش لبس قصير او عريان او اي حاجة الا اذا كانت هذه النساء من محارمه يعني امه او زوجته او اخته او بنته او اي محارم ليه والله سبحانه وتعالى اضرى واعلم واسعد الله دائما منامك طيب ونقول بها ان اي رجل شاف رؤية في المنام نساء ولكن النساء دي كانت مكشوفة الشعر او ليست بحجاب او لبسة بلابس قصيرة وانه هو غير وشه الناحية التانية او اضار وشه الناحية التانية ولم ينظر ليهم فالرؤية هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة ليه على انه في الواقع انسان بيغض بصره عن النساء وانه كمان بيخاف ربنا سبحانه وتعالى وبيعمل حساب لاخرته اكتر ما بيعمل حساب لدنيته وانه هو بيبتعد عن شهواته في الدنيا وبيبحث عن طاعات ربنا سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى اضرى واعلم واسعد الله دائما منامك طيب ونقول كمان ان الرجل اي رجل سواء بقى ارمى المتزوج شاب اعزب مطلق ويه عنده هموم ومشاكل في الواقع وشاف رؤية في المنام النساء ولكن النساء دي كانت فتيات شابات فالرؤية دي هتكون دلالة ليه على قرب زوال الهموم والمشاكل اللي هو عايش فيها في الواقع اما بقى ان كان الرأي رجل متزوج في الواقع ومراته لسه لم تنجب ابناء ومعندهمش يعني لسه ابناء وشاف نفس الرؤية فتيات شابات في الرؤية فالرؤية هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى على قرب حمل زوجته والانجاب ومره اتنين وثلاثة زي ما هم عايزين والله سبحانه وتعالى قدره اعلم واسعد الله دائما منامك واشكركم على حسن استماعكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله